نيجي نبص كمان على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويمكن بنسمع كتير من المنطقة الاقتصادية وشراكات مع بعض الدول والشركات العالمية عشان تستثمر في هذه المنطقة والنهاردة هنقرب من الصورة أكتر من خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هذه المنطقة واللي شاهد خلالها افتتاح مشروع شركة ايجبت عفوا أولا تفقد عدد مشروعات وصانعية بدأ بافتتاح المنطقة اللوجستية لموسيدس بانز وتفقد مصانع سويدي الوطنية للصناعات الهندسية ومجموعة هانج تونج أوبتيك إلكتريك مصر الألياف الضوئية وده بيعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية تيدة اللي هي تعاون اقتصادي وتجاري بالمصر والصين نفس المنطقة دي كمان دولة رئيس مجلس الوزراء تفقد فيها مصنع شركة مايدية للغسلات وافتتح مشروع شركة ايجبت فان يونج لطباعة وصباغة المنسوجات كما شهد ايضا افتتاح خط الانتاج الجديد بمصنع شركة جوشي مصر جوشي مش جوشي جوشي دي خاصة بصناعة الفايبر جلاس واكد ايضا في مؤتمر صحفي النهاردة ان فيه سبع شركات صينية ابدت اهتمام شديد للاستثمار في مصر بحجم استثمارات يقدر بحوالي خمسة مليار دولار على نطاق السياحة تحدث دكتور مصطفى مدبولي عن عام 2022 وقال انه شاهد حوالي 11 مليون وسبعمائة الف سائح ظهروا مصر بالفعل وان العائد المادي لتحقق من هذا الرقم كان الاعلى في تاريخ مصر ده اللي اشار اليه دكتور مدبولي النهاردة وقال انه مصر بتستهدف الوصول ل 15 مليون سائح في 2023 وطبعا عشان ده يحصل ونزود الرقم كمان ده خلال السنوات اللي جاية محتاجين ان احنا نوسع من عدد الغرف الفندقية وضاء اشار اليه ايضا دكتور مصطفى مدبولي وقال انه العدد الموجود دلوقتي في مصر حوالي 230 الف وهيتم مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة